الأرقام دائما أبدا هي الأدق وخلونا نستعرض بعض الأرقام الخاصة بإحصائيات النادي الأهلي هذا الموسم وإحصائيات مرتبطة بمسابقة الدوري العام هذا الموسم الأهلي على مستوى المقارنة بالفرق بشكل عام هو أكثر فرق الدوري المصري هذا الموسم تسجيلا للأهداف 67 هدف والأقل استقبالا للأهداف برصيد 15 هدف دخل بمرمع يعني بحسابات بسيطة جدا للأهلي هو أقوى هجوم هذا الموسم في الدوري ب67 هدف وأقوى دفاع لأنه استقبل أقل عدد من الأهداف في مرمع أو في شباكه ب15 هدف ده حالة أو شهادة تقدير لهجوم الفريق ولخط دفاعه طبعا للفريق بشكل متكامل أو كوحدة واحدة هننتقل بعد ما شفنا هذا الرقم اللي بيقول إن الأهلي تفوق هجوما ودفاعا إجمالا في الأرقام على المنافسين إلى رقم آخر الأهلي سجل في كل مبارياته بالدوري المصري هذا الموسم هي إحصائية أكثر ما تكون رقم كل المباريات اللي شارك فيها النادي الأهلي أحرز أهداف وده دليل على فعالية وطبيعة أداء الأهلي الهجومي وخطة الجهاز الفني وشخصية الفريق الهجومي هذا الموسم واللي صنعها الجهاز الفني مع مجموعة من أفضل اللاعبين طبعا هم نجوم النادي الأهلي والجهاز ورؤيته الفنية بقيادة الكابتن حسام البدري طبعا الكل بيجمع أن الأداء مختلف وأفضل كثيرا من الموسم السابقة وأنه أضاف الجهاز الفني كمان الأسلوب أو الشكل الجمالي المرضي للجماهير والجهاز الفني والنقاط والرأي العام بجانب الحسابات الرقمية وتحقيق النقاط والأهداف وإحراز الأهداف توقيت أهداف الدوري المصري هذا الموسم الدوري بشكل عام مش بس أهداف النادي الأهلي الأهداف أحرزت تقسيم المباريات إلى مجموعات يعني من الدقيقة الأولى للدقيقة 15 تم إحراز 65 هدف من الدقيقة 15 للدقيقة 30 67 هدف من الدقيقة 30 للدقيقة 45 116 هدف حتى الدقيقة 60 88 هدف ما بين 45 و60 ومن الدقيقة 60 للدقيقة 75 104 هدف ومن الدقيقة 75 للدقيقة 90 147 هدف يعني أعلى معدلين في هذا الجدول ما بين 30 ل 45 دقيقة ومن الدقيقة 75 للتسعين وأعتقد أن دي شهادة تقدير للفرق بشكل عام لأنها بتقول أن الفرق بتنافس حتى آخر نفس في كل مباراة أو حتى الدقيقة الأخيرة من عمر كل مباراة بدليل أن أعلى معدل للأهداف أو رقم تم إحرازه في الجزء الأخير من المباريات وفي آخر ربع ساعة تفاصيل الأهداف اللي سجلت في الدوري المصري هذا الموسم داخل المنطقة وخارج المنطقة من الحركة وبالرأس عندنا من داخل المنطقة 509 هدف ومن خارج المنطقة 78 هدف إجمالي الأهداف 587 هدف من الحركة 311 بالرأس 114 من ركلات ثابتة 55 بالقدم اليمنى 340 من ركلات ركنية 30 بالقدم اليسرى 130 من ركلات جزاء 84 وبالجسد 3 وعرضيات 107 هدف ده شكل الأهداف وطريقة إحرازها بإجمالي 587 هدف تفاصيل الأهداف اللي تم تسجلها أو اللي سجلها الأهلي هذا الموسم نفس الجدول اللي فات بس مرتبط بالنادي الأهلي فقط أو بأهدافه وليست أهداف الدوري المصري بشكل عام هم إجمالي الأهداف 67 هدف من داخل المنطقة 64 هدف تم إحرازه من داخل المنطقة 3 أهداف من خارج المنطقة ومن الحركة 40 هدف بالرأس 7 أهداف من ركلات ثابتة هدفين بالقدم اليمنى 40 بالقدم اليسرى 20 من ركلات ركنية 4 من ركلات جزاء 9 وعرضيات 12 طبعا المؤشرات جيدة أعتقد أنه كمان الأهلي قدرات لاعبية ممكن نستفيد بالإحصائية دي في أننا نركز في الفترة الجاية أكتر على التزديدات من مسافات بعيدة وفي عدد من نجوم الفريق عندهم القدرات دي لأنه طبعا رقم 3 في الأهداف اللي أحرزت من خارج المنطقة أعتقد أنه نمتلك خبرات وقدرات عند اللاعبين ممكن تضاعف هذا الرقم مرات ومرات لكن المعدل الخاص بالأهداف بشكل عام متميز جدا بإجمالي 67 هدف تأسيم وقت إحراز الأهداف الخاصة بالنادي الأهلي هذا الموسم من الديئة 15 للديئة 30 8 أهداف ومن الديئة يعني وصولا إلى الديئة 30 6 أهداف وحتى الديئة 15 8 أهداف ومن 30 ل 45 13 هدف من 45 ل 60 8 أهداف من الديئة 60 إلى الديئة 75 10 أهداف والجزء الأخير من المباراة من الديئة 75 لديئة 90 22 هدف نفس القياس المرتبط بالجدول السابق اللي مرتبط بكل أهداف الدوري إنه الأهلي أكبر عدد من إحراز الأهداف 22 هدف في الجزء الأخير من المباراة آخر 15 ديئة من الديئة 75 إلى 90 وده يتماشى مع فكرة ضغط الأهلي جميعا على أي منافس وتأكيده على رغبته بالفوز في أي مباراة والروح القتالية حتى تنتهي المباراة بصافرة الحكم عشان كده أعلى معدل الأهداف هذا الموسم للأهلي في الجزء الأخير أو آخر ربع ساعة من عمره كل مباراة واعتقد أنها نفس التوقيتات اللي فيها معدل الأهداف يزيد سواء على مستوى الجدول كله أو الأهلي الجزء الخاص بالديئة من 30 إلى 45 وآخر ربع ساعة من المباراة واضح أن الفرق بتنشط جدا في حسم أو في تصدر المنافسة مع المنافس في أي مباراة في الربع ساعة الأخيرة من الشوط الأول وفي الربع ساعة الأخيرة من الشوط الثاني أو من عمر المباراة تفاصيل الأهداف اللي سجلت في الأهلي هذا الموسم الأهداف اللي دخلت مرمى نادي الأهلي بإجمالي 15 هدف وده بيضعوا في المقدمة كأقل الفرق من ناحية عدد الأهداف اللي دخلت مرمى 13 هدف من داخل المنطقة وهدفين من خارج المنطقة أربع أهداف من الحركة هدفين بالرأس مفيش أهداف من ركلات ثابتة بالقدم اليمنى 8 أهداف بالقدم اليسرى أربع أهداف بالجسد هدف واحد من ركلات ركنية هدفين من ركلات جزاء 6 أهداف عرضيات 3 طبعا الموشرات بتقول بشكل عام أنه يعني نسبة الضغط الهجومي أو المواجهة الهجومية لأي فريق كان بيواجه الأهلي وبيضغط عليه في الملعب كانت قليلة جدا مقارنة بشكل إحراز الأهلي للأهداف وطريقة تمكنه من الاقتراب من منطقة جزاء المنافس في أي مباراة وده اللي بتعكسه الأرقام طبعا الركنيات وكم تزديدة تسددت على المرمى ودخل منها كم هدف في الأهلي وده طبعا مرتبط بمعدل الأهداف بشكل عام أنه الأقوى هجوما والأقوى دفاعا هذا المسلم جدول توقيت الأهداف اللي دخل في مرمى النادي الأهلي توقيت تقسيم الأهداف من ناحية الزمن الخاص بكل مباراة دخل هدف واحد حتى الديئة 15 من 15 لـ 30 هدفين 30 لـ 45 خمس أهداف من 45 لـ 60 ثلاث أهداف من 60 لـ 75 أربع أهداف ومن 75 لـ 90 ما فيش أهداف الأهلي الأكثر تماسكا في الجزء الأخير من عمر أي مباراة من الناحية الدفاعية ولم يتم أي أهداف لم يتم إحراز أي أهداف في مرمى من الخمستاشر هدف اللي دخل مرمى الأهلي هذا الموسم في الربع ساعة الأخير من أي مباراة أو في آخر 15 ديئة من عمر أي مباراة بخلاف طبعا المعدل الموجود في الدوري بشكل عام إنه هو الفرق بتحرز أعلى معدل الأهداف في آخر ربع ساعة من المباراة لكن الأهلي كان متمسك دفاعيا ولم تؤثر عليه هذه الإحصائية أو هذه النسبة بالنسبة للأهداف اللي دخلت مرمى ما فيش أي هدف دخل مرمى في آخر 15 ديئة أو ربع ساعة من عمر أي مباراة هدفه الدوري المصري هذا الموسم وليد أزارو تقلق بشكل غير عادي بإجماع الأراء أراء النقاد والجماهير والأجهزة الفنية وليد أزارو 17 هدف دياجو كالديرون 13 هدف عمر السعيد 13 هدف جون أنتوي 12 هدف وأحمد جمعة 11 هدف اللاعبون الأكثر تسجيلا للأهداف في فريق الأهلي يعني من صفوف الأهلي وليد أزارو 17 هدف وعبدالله السعيد 10 أهداف جونيور أجايي 8 أهداف وليد سليمان 7 أهداف إسلام محارب 4 سعد سمير 3 مؤمن زكريا 2 عمر السلية 2 أيمن أشرف 2 وفي اسم مش باين عندي في الجدول أكيد هنشوفوا مع حضراتكم على الشاشة أحمد فتحي هدف واحد أحمد حمودي هدف واحد كل اللاعبين القادمة أسمائهم أحمد الشيخ كمان هدفين وبعدين المجموعة اللي هنقول أسمائها لحضراتكم دلوقتي كلها أحرزت هدف واحد للأهلي هذا الموسم أحمد فتحي حمودي باسم علي حسين السيد محمد هاني ميدو جابر بكاماني صلاح محسن كريم ندفد ومروان محسن طبعا مروان التقييم بالنسبة له مش عادل أو دخوله في الإحصائيات مش عادل لأنه غاب الموسم ده بالكامل ورجع منذ أيام قليلة للمشاركة ونتمنى يكون طبعا إضافة كبيرة سواء مع الفريق أو منتخب مصر بإذن الله حال انضمامه للمنتخب ومشاركته في مبارايات كأس العالم نهايات كأس العالم القادمة في روسيا ان شاء الله طبعا خط هجوم الأهلي متقلق وهما الأكثر إحرازا للأهداف نجوم الهجوم والعبي الوسط المهاجم هما الأكثر إحرازا للأهداف وليد أزارو ده الجدول اللي فات وليد أزارو عبدالله السعيد وجونيور أجاية وليد سليمان هذا الرباعي الهجومي بعد طبعا إعارة نجم الفريق مؤمن زكريا هذا الرباعي هو الأكثر إحرازا للأهداف وهم بيأدوا واجباتهم الهجومية على أكمل وجه في الدوري هذا الموسم إجمالي الأهداف اللي أحرازوها بنتكلم في 27 هدف 27 هدف 35 هدف 42 هدف أحرازها هذا الرباعي بمفرده أزارو عبدالله السعيد وجونيور أجاية وليد سليمان أحرازوا للأهلي هذا الموسم 42 هدف اللاعبون الأكثر صناعة للأهداف من الأهلي عبدالله السعيد 11 جونيور أجاية 9 أحمد فتحي 5 مؤمن زكريا 3 باكماني 3 وليد سليمان 3 حسام عشور هدفين أحمد حمودي هدفين وباسم علي هدفين والأسماء الأخرى صنعت هدف واحد للنادي أهلي هذا الموسم سلام محارب مروان محسن علي معلول أيمن أشرف صبري رحيل صالح جمعة ووليد أزار الأكثر صناعة للفرص من الأهلي عبدالله السعيد صنع 41 فرصة طبعا رقم ضخم جدا وما فيش خلاف على أنه صنع العاب متميز يعني بإجماع الأراء وليد أزارو 19 فرصة صنعها وليد أزارو ده يحسب له بجانب أنه مهاجم صريح وهدف الدوري وكثير الحركة ودقوب وبيلتحم مع المنافسين أو مع دفاع المنافسين طوال الوقت كمان بيقدر يتحرك بشكل مميز جدا في التلت الأخير الهجومي من الملعب أو في المنطقة المحيطة بمنطقة جزاء الفريق المنافس ويقدر يصنع فرص بهذا العدد جونيور أجاية 16 هدف كمان عمل موسم أكثر من رائع حتى الآن جونيور أجاية سواء كواحد من هدافي الفريق أو كواحد من صانعي الألعاب وبيقدر يقوم بالمهمتين على أكمل وجه إمكاناته وقدراته الهجومية والمهارية وتحركاته وتمريراته بتعطيه هذه الميزة سواء كبلاي ميكر أو كمهاجم صريح 16 فرصة وعلي معلول 14 فرصة وأحمد فتحي 11 فرصة الأكثر تزديدا في القائمين أو العرضة من الأهلي عبدالله السعيد 3 وليد أزارو 3 وباقي الأسماء فرصة واحدة وليد سليمان مؤمن زكريا أحمد حمودي وإسلام محارب الأكثر مراوغة من الأهلي هذا الموسم طبعا المهارة واضحة جدا فهذا جونيور أجاية هو الأكثر استخدام لمهارته في المراوغة وصناعة الفرص للزملاء أو تخطي المنافسين المدافعين وصولا إلى المرمى لإحراز الأهداف ودي طبعا بتكون من العوامل اللي بيتفوق بها أي لعب أو بتكون من الحاجات اللي بتحل المشكلات أحيانا خلال وجود تكتل دفاعي منظم للفريق المنافس جونيور أجاية 83 مراوغة عبدالله السعيد 51 مراوغة وليد سليمان 31 عمر السلية 23 ووليد أزارو 22 الأكثر قطعا للكرات من الأهلي عمر السلية 215 أحمد فتحي 207 أيمن أشرف 194 حسام عشور 118 وصبري رحيل 99 طبعا الدور ده يعني بيؤديه حسب الأرقام والإحصائيات القدامنا عمر السلية يعني بامتياز بيؤدي دوره كلعب وسط مدافع لأنه 215 كرة أو هجمة يتسبب في إيقافها وعكسها كمان أو يؤدي الدور بقى المعاكس بتحركه هجوميا وأنه يبدأ هجمة مع الفريق أعتقد أنه بيؤدي مهمته على أكمل وجه وطبعا الخبرات أحمد فتحي الكبيرة سهمت في هذا العدد اللي هو حققه من قطع الكرات أو إنهاء الهجمات للمنافس وبداية هجمة لنادي الأهلي 207 مرة وأيمن أشرف اللعب الصعد طبعا المفاجأة في مركز سواء بيلعب في مركزه الأساسي أو لما تم الإستعانة به في مركز المساج يؤدي مهمته على أكمل وجه هو حسام عشور بخبراته الكبيرة في هذا المكان وصبر رحيل أيضا اللي أدى مباريات أكثر من جيدة هذا الموسم لكن حسام عشور أيضا من الأسماء اللي عندها خبرة كبيرة وبتنعكس على الأرقام أنه قدر يوقف 118 هجمة أو يقطع كرة 118 مرة من المنافسين الأكثر وقوعا في التسلل على مستوى الفرق مش اللاعبين الأهلي 100 مرة الزمالك 72 مرة سموحة 71 مرة المصري 70 مرة والنصر 66 كل الأرقام دي مرتبطة ببعض كمان ده مؤشر على تواجد الأهلي دائما على مقربة من مرمى الخصم أو في محيط منطقة الجزاء وأنه أقرب للمنطقة الهجومية وأنه أداءه أكثر أقرب إلى الجانب الهجومي ودايما بيضغط هجوميا على المنافس الأكثر وقوعا في التسلل من الأهلي وليد أزارو جونيور أجعي وليد أزارو 31 مرة أجعي 13 مؤمن زكريا 13 وعبدالله السعيد 7 الأكثر تعرضا لخطأ من الأهلي وليد أزارو 43 مرة يعني تم اعتراضه أو عرقلته تعمل فاول ضد وليد أزارو حركته الدقوبة طبعا بتفرده وصرعته والتحاماته بتخليه دايما مصدر إزعاج المدافعين وبيضطروا يلجأوا للخشونة أو أنهم يعملوا فاول معايا عشان يوقفوا الهجمة أو يحدوا من خطورته 43 مرة تعرض لها وليد سليمان أيضا 38 مرة رقم كبير جدا وجونيور أجعي 32 مرة وأحمد فتحي 31 مرة أحمد فتحي رغم أنه مش من الرباعي الهجومي للفريق لكن انطلاقاته دايما بتسبب مشكلة للمنافسين عشان كده الرقم اللي هو تعرض له من الفولات قريب جدا من الأرقام اللي تعرض لها ثلاثي من الرباعي الهجومي أزارو وليد سليمان وجونيور أجعي إحصائية تانية أو رقم آخر الأكثر ارتكابا للأخطاء في الأهلي عمر السلية 55 مرة وليد أزارو 45 مرة جونيور أجعي 36 مرة أحمد فتحي 34 مرة حسام عشور 33 مرة طبعا روح القتالية والالتحامات دايما الفولات الأكثر ارتكابا لها في المباريات على مستوى العالم كله هو لعب الوسط المدافع عشان كده منطقي نلاقي في الأسماء دي عمر السلية وحسام عشور لكن الدلالة على وجود الأسماء التانية وليد أزارو جونيور أجعي وأحمد فتحي طبيعة أداءهم الجد جدا ورغبتهم في قطع كل الكرات أو أنهم بيلعبوا بتركيز وبروح قتالية عالية طول وقت المباراة الأكثر قياما بالمروغات الصحيحة على مستوى الفرق مش الأفراد الزمالك في المقدمة 491 مرة الأهلي 461 مرة الإسماعيلي 402 الأسيوتي 318 MP297 وأكيد دي مهارة بتستغل لو استغلت بالشكل الصحيح بتضيف هجوميا للفريق ويحسب للزمالك طبعا تصدره لهذا الجدول أنه الأكثر استخداما للمهارات الفردية أو للمراوغات الصحيحة بمعنى أنها ممكن يبنى عليها أجمة أو يتم إحراز هدف نتيجة لها أو تساعد الفريق في ضغطه الهجومي ولكن الأهلي كمان بينافس بقوة حتى في هذا الجانب ورصيده 461 مراوغة صحيحة حتى الآن هذا الموسم الأكثر إرسالا للعرضيات الصحيحة الأهلي 118 مرة الزمالك 105 MP104 المصري 100 ومصر المقصة 97 واعتماد الأهلي دايما على الأطراف سواء أحمد فتحي أو محمد هاني أو معلول أو بنتكلم عن باسم أو صبري رحيل كل اللاعبين اللي بيلعبوا على الجنبين في الملعب كراتهم العرضية مهمة جدا والأهلي دايما بيخلق فرص للتهديف وبيصنع أهداف كثيرة جدا من خلال العرضيات الصحيحة وهو متصدر طبعا ضمن تفاوقه الهجومي بشكل عام بالأرقام على المنافسين هذا الجدول الخاص بالكرات العرضية الصحيحة برصيد 118 كرة عرضية وبفارق 13 كرة عرضية عن أقرب المنافسين وهو الزمالك الفرق الأكثر صناعة للفرص هذا الموسم الأهلي في المقدمة 193 مرة الزمالك 151 مرة الإسماعيلي 121 مصر المقصة 120 وMP112 كلها بالترجم السيطرة الهجومية للأهلي طوال الأوقات أو في الجانب الأكبر من أوقات المباريات واقترابه أكثر من التهديف أو من تهديد مرمى المنافسين والدليل على ده الرقم صناعة الفرص 193 مرة وبفارق كبير جدا طبعا يقترب من تقريبا أربعين يعني أو 38 فرصة فارق لصالح الأهلي عن أقرب المنافسين هذا الموسم وهو الزمالك في صناعة الفرص الصحيحة أو في صناعة الفرص بشكل عام اللاعبون الأكثر لعبا للدقائق اللي لعبه أكثر عدد دقائق في الأهلي هذا الموسم وليد أزارو 2306 دقيقة عمر السلية 2180 أيمن أشرف 2136 محمد الشناوي 1864 أحمد فتحي 1845 جونيور أجيي 1810 وعبدالله الصعيد 1733 دي بتعكس طبعا حجم استقرار مستوى اللاعب وثبات مستوى فنيا وبدنيا في حالة طبعا أنه بفضل الله بيكون بعيد عن الإصابات وأنه قدراته الفنية وثباته النفسي والفني بيساعد الجهاز الفني على الاستعانة به كورقة أساسية دائما أبدا وأنه هو الأقرب دائما أبدا إلى المشاركة في بداية أي مباراة أو ضمن التشكيل الأساسي بدأت أمين التشكيل الأساسي Stوى اللعظم